السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي فصفة جديدة في قناتكم ماذا هو مع اسماء ان شاء الله سوف نحضر معكم بريوش قطني يجب اكثر من رائع جدا 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 يستحق تجربة لكم حيث فعلا يجب رائع جدا وصفة ناجحة مئة بالمئة و اكد اذا جربته سوف نجح معكم من اول تجربة و خصوصا المبتدئات و لا تنسوش لكن اول مرة تزور القناة تشتركوا فيها وتغطيوا على زر الجرس بجدائما توصلوا بجديد الوصفات و نخليكم مع طريقة التحضر والمقدار اذا على بركة الله كاول مرحلة سوف نوضع ملعقة كبيرة من الخبز مع ملعقة كبيرة سوكا و نصف كائس صغير من الماء يكون دافئ سوف نمزج المكونات بثلاثة و نحركهم جيدا ثم نغطيهم بورق غدائي و سوف نجعلهم يختمروا جيدا و نمروا باقي المراحل هنا في قسرية اللي يكون كبير سوف نوضع جوجة البيضات اللي يكونوا متوسطين في الحجم سوف نضيف لهم كأس صغير من سكر ساندة سوف نضيف ياغورت طبيعي من وزن جل ماء و عشرة اللي ممكن أنكم تعودوه بضانون جل الفانيليا على حسب الرغبة بالنسبة للمقيس جل العبار فانا غدين خليهم لكم في صندوق الوصف يعني يكونوا مضبوطا بالجرام ثم نضيف هنا جوج أكيس جل الفانيليا و رشة جل الملح و هنا عندي كأس جل زيت المائدة دائما كان عبار بكأس صغير و غدين نضيف أيضا كأس و نصف من الماء الدافئ و هنا بالنسبة للتنسيم غدين نضيف ملقى جل زنجلان و ملقى جل النافئ كي يبقوا اختيارين ممكن تضيفوا أي نسمة كتبغيوها يما تضيفوا قشور جل البرتقال أو قشور جل الحامض يعني تكتافيوا فقط غير بالزنجلان مع النافئ يعني كتبغى على حسب الرغبة ثم هنا كما لاحظوا ضفت الخامير اللي اللي سبق لي وتفعلت لي معها سكر سنيدة و كان نمزج جميع المكونات جيدا أنا هنا استعملت عادية يعني باش كنا نحس بالقوام دي الخالد كيفاش و من بعد هنا كان نضيف الدقيق تدريجيا في المجموع غدين نضيف ثلاثة جل زلايف يكونوا متوسطين يعني كل زلافة فقط هزة مائة وخمسين جرام أي ماء عادل سبعمائة وخمسين جرام في المجموع ثم نغرب لهم ما امكان باش كنحاول ندخل الهواء لهذا الخالد هادا ثم غدين نضيف كيس من خاميرات الحلويات اللي الوزن جاله سبعة جل جرامات و غدين نبدأ كنخلطها تدريجيا بالنسبة لي بالنسبة لي انا هنا فضفت غير جل زلاعي في الاول حتى كنخلط جيدا بالطريقة هذي و في الاخير غدين نضيف ثلاثة دائما حاولوا انكم ما تضيفوش الدقيق يعني في دفعة واحدة يعني تضيفو الكيمية الاولى يعني تكون تقريبا نصف الكيمية الكتير والباقي فكتضيفوه تدريجيا كما كنقول لكم دائما كين الدقيق اللي كيشرب و كين الدقيق اللي ما كيشربش بسرعة وهنا كما كتشوفو معايا الجنس اللي الخالطة به هالطريقة هذي كنحاول انني نخلطه به هالطريقة باش كندخلها هوا و كما كتشوف معايا القوام جال العجين كيجي الى هاد الشكل هادا كيكون كيلتا ثق بالايدي وهنا خديت علبة اللي تكون لهاد الشكل هادا ممكن توضعوا العجين في اي علبة عندكم او اللي ممكن تتعملوا ايضا تنجرة ديال الضغط الهدف من هاد المرحلة هادي نخليو العجين كيختمر مزيان و نضمنو بانا يعني ما غادش يتسرب لنا الهواء من الجوانب اولا يعني تكون علبة محكمة الاغلاق بعد الشكل هادا و كنخليوها كتختمر المدة جال ساعتين عفوا مدة جال ساعة حتى الساعتين كما كتشوفو ده بالجو فكيكون بارد لذا كنخليوها اكبر وقت ممكن باش انها تختمر لنا و كما كتلاحظوا معايا العجين كيصبح القوام جالوا بهاد الشكل هادا و هنا غاد نبدأ كنشكل في البريوش كما كتلاحظوا معايا كنعمل كويرات بها الطريقة و كننوضع في الوسط في الوسط جالهم قطع جال الشوكولاتة و كنوضعهم في طاوة الفران اللي فرشت فيها ورق زبدة ممكن فقط دهنوا طاوة لكم غير بالزبدة و كنوضعوا الفران لدرجة حرارة 180 و في هاد الاثناء كتشكلوا البريوش ديالكم فالطريقة كما كتلاحظوا معايا سهلة جدا و بسيطة يعني الصورة كتتبين لكم الطريقة كيفاش و كما كتلاحظوا معايا العجين فهو ناجح مئة بالمئة و بالنسبة للشوكولات فهم كم تستغنوا عليه و تخليهم غيرها كاك و من اللي كي يطيبوا فكتعمروهم باي حاجة اللي بغيتوه انتوما على حسب الرغبة ديالكم اذا كانت تمر بنفس الطريقة حتى نكمل العجين لنفس الشكل و كنا نحاول ان بها الطريقة نضغطها لهم باش من اللي كي بغوا يتنفخوكي القويني اللي ما جالفاش انهم يضطعف الحجم ديالهم و في نفس الوقت ما كيجونيش غلاط اذا من اللي كنصرحهم بالطريقة هادي غادي نخليكي يختمروا مرة اخرى تقريبا لمدة ديال 15 دقيقة من اللي احسن انكم تشعلوا الفران و من بعد تفاوه و كتدخلوه لهم يعني غيرها كي يختمروا ثم كتخرجوهم باش يعني كتربحوا الوقت اكتر و هنا بعد ما اختمروا ليه كناخد بيضة و كنوضع فيها شوية ديال القهوة و شوية ديال الخل يعني قطرت قليلة ديال الخل و تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابين كان مزرجوهم مع بضياتهم ثم كندين بيهم الوجه ديال البريوش ديالي و كانبقا كنزينو بها الطريقة بشوية ديال زنجلان باش كيعطاني منظر زوين بالسف كي ما كتلاحظو معايا و غادي ندخل البريوش كي يطيب على درجة حرارة كي ما كتليكم 180 حتى كي تحمروا ليه من الاسفل ثم كنشالي لهم من الاعلى ايضا باش كيتحمروا و كي ياخدوا اللون محمر و لون ذهبي و هنا كي ما كتلاحظو معايا طاوة الاخرى فهذه الكيمية اللي استعملت انا اعطتني في المجموع 20 قطع جل بريوش إلا بغيتو تضعفو المقادر فكت يعني إلا بغيتو تحصلو على كيمية اكثر فكتضعفو المقادر و إلا بغيتو كيمية اقل فكتتستعملو النصف المقادر اللي استعملت انا و غادي ندخل الطاوة الاخرى أيضا كالطيب كي ما كتلاحظو معايا كتحولو انكم توضعو الطاوة الاخرى لكم في الواسط باش ما كيتحرقوش من الأسفل و كيتنفخو على خاطرهم يعني كي ما كتشوفو معايا في الفران فكي نتفخو بهذا الشكل هذا ثم كننحمروهم و كنخرجوهم كما كتلاحظو معايا كي يجيو زوينين بثاف صراحة بريوش ولا أرواح أكيد إلا جربتوه فغادينا الإعجاب ديلكم كي يجي خفيف بثاف ومفشفش و كي يجي الجيد ب يعني دكناكهات ديال الزنجلان معا النفع كي أعطوهما دق أرواح جدا كنصحكم بتجربة ديالهم و شكرا على تتابع ديالكم باتنسوش تتبارتاجوا الفيديو باش تعمل فائدة على الجميع و كنقول لكم شكرا إلى وصفة قديمة و من سلام